لم يشهد تاريخ تركيا الحديث الذي عاين العديد من الانقلابات العسكرية مواجهات على المستوى الشعبي والحكومي والمعارضة على حد سواء الخامس عشر من تموز هو اليوم الذي أقره البرلمان التركي يوم عطلة رسمية في البلاد بعد الأحداث التي شهدتها عقب إعلان مجموعة من الجيش السيطرة على الحكم وإعلان البيان رقم واحد عبر قناة تيريتي الرسمية وتنطلق عملياتهم من قاعدة إكنجي الجوية مجابهة الانقلاب الأولى بدأت بظهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر مكالمة فيديو بثتها قناة معارضة يطالب فيها الشعب بالنزول إلى الشوارع والميادين للدفاع عن الديمقراطية والوقوف بوجه من باع ضميره من المتمردين حسب وصفه ليكون الشعب في معظم أنحاء البلاد على قلب رجل خلال دقائق في مواجهة دبابات وطائرات الانقلابيين عند جسر البوسفور وهو ما سمي لاحقا بجسر الشهداء ومطارئة ترك الدولي في إسطنبول وأمام المجمع الرئاسي ومبنى البرلمان في العاصمة أنقرة ساعات من المواجهات بين الانقلابيين من جهة وبين الشعب والحكومة والمعارضة من جهة ثانية نسي الجميع فيها كل خلافاتهم الداخلية فحريتهم وديمقراطيتهم باتت في مهب الريح أمام انقلاب سيعيد البلاد عقودا إلى الوراء وهو ما جعل المهمة أكثر تعقيدا بالنسبة للانقلابيين فبدأ التخبط واضحا في صفوفهم عندما قصف الطائرة مقاتلة مبنى البرلمان التركي ومقر إدارة القمر الصناعي تركسات لتتوالى بعدها تصريحات مسؤولين أتراك عن فشل عملية الانقلاب وعلى رأسهم رئيس الوزراء بن علي يلدرم عبر مؤتمر صحفي أعلن فيه أن الوضع بات تحت السيطرة وتوعد بمحاسبة الانقلابيين ودع الشعب إلى البقاء بالشوارع حتى الانتهاء من إحباط الانقلاب بشكل كامل ومع نهاية أحداث الانقلاب تم اعتقال نحو ثلاثة آلاف عسكري بينهم ضباط من رتب رفيعة وإقالة خمسة جنرالات وأربعة وثلاثين ضابطا من وزارة الداخلية وكانت المحاولة الانقلابية قد أسفرت عن استشهاد ما يقارب من مائتين وستين شخصا وإصابة نحو ألف وخمسمائة آخرين مقابل نحو عشرين قتيلا وثلاثين مصابا من الانقلابيين واليوم يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في احتفالية ساعات الديمقراطية بإلقاء خطاب في مبنى البرلمان عند الساعة الثانية صباحا أي في التوقيت نفسه الذي تعرض فيه مبنى البرلمان للقصف في ليلة محاولة الانقلاب